تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل شوية فول النهاردة بالطماطم على طريقتي طريقة لطيفة وجميلة وحابب النهاردة ابدع في عميل الفول في الطماطم مع بعض مكون غزاي فول طماطم بصل فلفل الوان بجد يا شيف اه فلفل اغدر فلفل حار فلفل احمر كل الكلام ده هيكون معانا في الطاج النطيف اللي احنا نعمله مع بعض حالا دلوقتي مقاديره على الشاشة ومعانا توم معانا كسبرة خضرة وزيت زيتون ومعلاق في الفلة حلوة هي دي المقادير ببساطة شديدة المقادير على الشاشة حالو بصيلي بقى الزيت بخرجنا الجميل الله يوفاك يا رب وقادك بزيارة النبي يقول امين بص على الزيت وشوف شديدة الحرارة على النار حالو الكلام بنحط فيها زيت زيتون زيت زيتون وتختاري نوعية زيت الزيتون تبقى لطيفة وجميلة ومعانا الفول معانا الطماطم معانا البصل ونبدأ نقطعهم مع بعض خلي بالك طاجن ده في كل الخضروات اللي انت حباها تحط بصل تحط طماطم تحط فلفل رومي فلفل حار شية الفول زي ما كانوش فيهم طعم السبايسي بيبوش حلوين اهو بصل ده يتقطع كده مكعبات حالو معارض نفلفل حلو كده برضه ناخد الفلفل الحار ده مش عايزينه وفي قلب التصع الحلوة دي كده بنحطهم ونشوف شقاوة البصلة الحلوة الله حالو ونسيبهم على النار شوية نهز دي بقى برحالة حالو بصلية على النار تحكي طلاب ده بيحصل او ممكن ما نفترش كمان اهو بصلية فلفل حار شفت الحلوة والشعاوة اهو والتقليب ما زالة مستمرة فلفل رومي اقطعه كده برضه ما حست حاجة ما قلبتهاش كفتة فقل بالزيت مش هنجي جنبها خالص هي الواحدها بتستوي اهو ده فلفل مع الفول اه اهو مكون لطيف جرب الطبع اللي انا هعمله دلوقتي كده وفي مفاجأة هنشوف ازاي هنعمل الفول بطريقة جديدة ناخد الفلفل اللي احنا قطعناها ده كده زي ما هو الله ما صلى على النبي ننزل بهنا شفت الشعاوة دي كده هو ده اهو ايه طاجن الفول اللي فيه غلبة كتير دي زبورة على رزقك بالله عليك ما تزعلنش مني حلو معانا طماطق شفت الحلاوة دي شفت الشعاوة دي اهو وتقلبها حلوة كده اهم حاجة تكوني ماشي على المدرسة دي الحاجة في الزيت بتتحمر عينك عليها من بعيد وشايفها بتغلي في قلب الزيت تفاصيلها ما تقلبهاش ولا تهزيها خليكي مركزة في طبق الفول اللي بتعمليه ده الوقت اهو البهارات بتاعتنا اساسي كمون وكسبرة شوية الملح اللهم صلى عندبي شوية البابريكا شوية الكمون بيدك الحلوة دي كده كمون مطحون في رش وطزة وما زال التقليل مستمر معانا فول دايما بقى نتكلم عن الفول قبل ما نشتغل اهو الفول معانا هنا هوات قدام حضراتكم لما نجي ندمس الفول احنا بنشتري من برا جاهز بس انا بنصحك طبعا كنت تدمس الفول في البيت بطريقة سهلة وبسيطة خالص خاصة في ايام الشتاء طبق الفول مرغوفي دفء وطاقة وسعرات حرارية وبروتين نباتي تقدر تحوليه لبروتين نباتي وبروتين حيواني طبق الفول صورة مفتوحة من الحاجات اللي تقدر تشكلي وتلوني وتقدمي زي ما انت عايزة اضافة البيت بقى بروتين نباتي وحيواني تاجن فول باللحمة المفرومة بقى بروتين نباتي وحيواني تاجن فول بالسجوء بقى بروتين نباتي وحيواني واحنا مع بعض اه التاسع على النار حلو الكلام؟ اه شوية زيت زيتون الله عليك اهم حاجة شوية مية الفول اللي عندي الفول اخباره ايه؟ اه الله نبقاش فول ده اشيف اه بقاشيخ الفول نتحكي اه ونغزه كده شفت الجو ده كده اه يلا بينا ياخد غلوة بس كده قدام عينية كسبرة الخضرة الحلوة فينو الكسبرة لسه مخلصتش اصبر على رزقك عشان فيه مفاجأة جاية ما عليك في لفلة حلوة؟ كل ده في الفول يعمل شيف اه شفت دي كده؟ هاريسة عرفها الحمرة دي عشان هحط عليها حاجة دلوقت واسيبه يغلع النار وانا واقف اللهم يصلى على النبي يلا نرفع الكفتة استوت نقدامها طبق تاني حفلة بقول لحضرتك اهوة درس كيل لحم مفروم ويعمل شيف ونص كيلو بطاطس اه طب ايه نتعملوا؟ اخبار الفول ولو خلص الفول والله يبارك لك انا مش مسؤول يلا بينا فتحات اللطيفة دي ايهوة مش اياك كده يلا بينا ركز معاها مع السورة الحلوة دي الله يبارك لك ويقعدك بزيارة الناب قولها ميا الطبق اتحول لبروتين نباتي عارفين الفول بيتصدر قائمة الهرم الغذائي من البروتين النباتي لبروتين حيواني يعني انا لازم احط لك لحمة مفرومة عشان تقول فين الربافاء بروتين ما هو البيت ده البيت ده الفراخ يعني بروتين حيواني زي ما هي كده شوية البهارات الحلوين على البيت وهندخلها الفرن سنة بابريكا سنة فلفل سود هتقدر تعملي عزومة النهاردة على فكرة زي الفل ده صحة ولا مصحة قوليلي ايه الغريب هنا شوية زيت الزيتون لانا حطتهم بس هزي كده هزي هزة يلا هزة عناية يا فانتم يلا بينا نشوفوا الصورة الحلوة من داخل الفرن مع فرسان التليفزيون المصري يلا بينا الله مصلى عن نبي درجة حرط الفرن عند مية وتمانين صلي على الحبيب اه في قلب الفرن بص عليها كده وده اللي عالي فين الصورة الصورة تعني مليون كلمة يلا بينا عايز اشوف صورة حلوة صورة حلوة فيها تفاصيل كتيرة فيها خبرة طهوية حلوة الحلوة بتاعنا النهاردة شريح التوست بالتفاح المقرم مياديره على الشاشة بسيطة وسهلة عناية عايز تشوف الفول هتلعه لك والله حاضر يا فاندي حاضر بس يستهل الدلع ماولكش اه ايه الجمال داشت ايه الحلوة دي اعزم ضيوفك بقلبي جامد لا تفكري ولا تحتاري معاك المغازي تختاري لا تفكري ولا تحتاري معاك المغازي هتختاري تختاري بقى السفرة اللي انت حباها من اي مطبخ نفسك فيه طلياني مكسيكي شرقي غربي خليجي عربي مصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة